أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وتجمع بين الشعبين الشقيقين وخلال لقائه في جدة مع الأمير محمد بن سلمان من عبد العزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة لسمو ولي العهد السعودي على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية وثلاثين معربا عن تمانيات مصر وثيقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة من جانبه رحب الأمير محمد بن سلمان بالرئيس السيسي معربا عن تقدير المملكة العربية السعودية لمصر قيادة وشعبا ومشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات يأتي هذا بينما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين